اشتركوا في القناة وكافة المواطنين في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر والجهود الوطنية للتصدي له هذا نص البرقية سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارفعوا الى مقام جلالتكم خالص الشكر والامتنان على كلمة جلالتكم السامية الموجهة لابناء المملكة من الطلبة والطالبات والى كافة المواطنين في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر والجهود الوطنية للتصدي له ان كلمات جلالتكم دائما هي الشعاع الذي يضيء طريق الوطن نحو مستقبل مشرق مزدهر بابنائه فكلمات جلالتكم نهج نسير عليه ونستنهض من خلالها الهمم لمواجهة التحديات والتغلب عليها بفضل الجهود الوطنية المخلصة التي اثبتت بانها قادرة على مجابهة الصعاب بروح فريق البحرين الواحد المتكاتف من اجل هذا الوطن العزيز نعاهد جلالتكم بان العمل من كافة اعضاء فريقكم الوطني سيتواصل وستبذل من اجله الجهود لمواجهة تحدي فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر والتعاطي مع هذه المرحلة الراهنة التي تستوجب تكثيف كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع سائلني المولى عز وجل ان يحفظ جلالتكم وان يديم على جلالتكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سيدي بعون الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي الاهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اشتركوا في القناة